لا يكل ولا يمل 12 عاما ونيف على ثورة شعب سوري ضد بشار الأسد المستمرة إلى هذا اليوم بإرادة وإصرار 2011 ذاته تتوسع دائرة المظاهرات والاحتجاجات في سوريا لتشمل مجددا محافظات دير الزور والرقة والحسك وإدلب وحلب ودمشق بعد أن عاودت البدء في درعا والسويداء الحراك السلمي هذا لقيت دعما متجددا من مسؤولين أمريكيين وأوروبيين فقد أشاد بالمظاهرات جو ويلسون رئيس اللجنة المختصة بشؤون شرق الأوسط وشمال إفريقيا في الكونغرس الأمريكي مشيرا إلى أنها أثبتت للعالم أجمع أن مستقبل سوريا مرتبط بالتخلص من حكم الأسد الوحشي فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة أيضا أعربوا على لسان مندوبيهم إلى سوريا وقوفهم إلى جانب الشعب السوري في مطالبه المحقة وأشادوا بشجاعة السوريين في خروجهم بمظاهرات تطالب بالحرية والعدالة ضد سلطة الأسد المعروفة باستخدام القوة لقمع المحتجين تأتي هذه الاحتجاجات في وقت سلكت فيه دول عربية وإقليمية مسار تطبيع متعثر مع الأسد بينما لم تحصل هذه الدول على أي مكسب منه بل زادت شحنات الكيبتاجون وتوسع نفوذ إيران في سوريا مع تجاهل كامل للعملية السياسية وهو ما رفضته الولايات المتحدة وأوروبا منذ البداية حيث أعرب نائب الكونغرس ويلسون عن أمله بمرور قانون مكافحة التطبيع مع الأسد في الكونغرس قريبا وصفا إياه بالخطوة المهمة في دعم الشعب السوري نحو تحقيق الحرية والاستقلال في ظل استمرار تأكيد الاتحاد الأوروبي على رفض التطبيع مع الأسد ورفع العقوبات عنه حتى إحراز تقدم في العملية السياسية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 بما في ذلك محاسبة الأسد على جرائم الحرب والكشف عن مصير المفقودين يعيد السوريون إذن سيرتها الأولى لا تفاوض ولا حوار مع الأسد ولا حل مستدام إلا بإسقاطه ومحاسبته في خطوة تعيد الكرة داخليا إلى قرار الشعب السوري وخارجيا إلى ملعب المجتمع الدولي وتطالبه بوضوح بإيجاد حل لمستقبل سوريا لا وجود فيه لبشار الأسد وشركائه